رمالله بحما حاميها يعني مدينة مرتاحة جداً يعني أنا مثلاً إذا ما بشوف خمس سيارات رينج روفر باليوم بازعل إذا ما بشوف خمسة جي كلاس بروح الدار بتدايق بتدلك بالبيت مطلع شو سمى شو القرف لشو شو ممين الناس حدود لا بالضبط باقي الوطن كل شبر له قضية يعني هي مقسمة كانتونات عنا كيف يعني مثلا كل مدينة ولها مداخلها ومخارجها وكل قرية محاطة مش يعني بجدار وهمي أو بجدار حقيقي ولها مدخل أو مدخلين القرية فبين يعني بتلافون بسكروها كلها نتنا إزبي نتنا نعمل عشرين بس مين أنا لو أني نعمل عشرين نعمل عشرين نعمل عشرين نعمل عشرين ما يمزقوني نم بالمركز غد بدل البطر أتبرد نعمل عشرين نعمل عشرين نعمل عشرين نعمل عشرين نعمل عشرين غدا نعمل عشرين نعمل عشرين شكرا لكم لأنه لديكم لا يوجد شيء اسمه سردي شاب جديد أهلا وسهلا فيك بسردي أفت الدراء أهلا وسهلا شاب جديد أنت رابر مؤدي كاتب عضو مؤسس لبلاتينم راكورتز بياتينام مثل ما مكتوب عن تي شير تبعك إذا بدك تسوي كمان المرشندايز لا تتوفر في جميع الأسواق نعم بمئة كثير مقصودين أن نكون يعني وصلنا زمان إحنا أنا هيوج فاعم من الآخر يعني ما أريد بس حريك تعرف أنه لما عرفنا أنه خلاص أنت جاية عالسردي قبل كنا نسمع بس عنا جمعة من عبكرة لعشية من عشية لعبكرة هلكني قلت له تابع أنه أوكي جاية بس أنه خلاص ما ليه فينا نعمل هيكي بريك صغير يعني فمبسوطين لأنه طوشت شوي شوي كتير فنحنا مبسوطين لأنه الفرصة أنه أنت تكون معنا بلبنان لأنه لست تكون زائر صح كان لديك نحن كيف كانت عام كانت جمع أنا جاءت أنا كنت هنا و كان كانت في كل عام كانت بعض أنا من ورا وسيم بوملهم هو كمان بي 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 فاكتوري هو هو اللي يركب كل الشغلة عمدقى له كنت كل يوم عمل هو وسيم أول ما سمعت أنكنا أنتوا جيين شعبيبي كمان أبدا باك ببي قالتين هامبفان عمدقى له كل يوم عمدقى له خيية لك بدك تحكي الشبيبي بلزميجو على سردك كرميل و كرميل بادي و كرميل الكل اخر شي قد ما طبوشو قللك بتعرفشو خد نمر التيمة و وجع لرأسها فك عني حل معي صحيح حلك على الهو فك عني فلأ انه كنا هونيك 1200 و 1 بسان محال 1300 و 1 400 و 1 اجا و شي كتير كان حلو لانه شفنا الطاق الإيجابية اللي عم بعطوك الجموع 100% لا تحكوش انه كان سمع ماشي كويسي بس لا كان حلو كتير صراحة الجمهور اللبناني العربي بشكل عام خصوصا يعني بلادنا احنا أوسو فلسطين ولبنان والأردن الباقي من قدرش نوصلهم الجمهور بيكون كتير مميز اكثر التعامل معي يعني باقي الناس مش فاهمين انت شو بتحكي مثلا اذا بتطلع تغني مثلا في انجلترا اه كي بينما الناس اللي هون انت قريبا بتحكي نفس اللغة تعيتها ففيه هيك رائع بس انتو بتطلعوا برات العالم العربي ما هيك بتلعبوا كمان لا احنا معرضناش كتير في حياتنا اصلا يعني كل الحفلات اللي عملتهم مع بعض بجوش عشرانا اه اوكي 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 بس حلوات مباشرة بجنينين بعدين اصلا كثرة السلام بيقول للمعرفة زي ما باقي اكتين لما انت مش هول مرة جاي عالبنان لما جيت عالبنان بكاد قلت انه استغربت شوية انه يكون في هالقد جمهور جاي يشوفوك انت بلجت تغني بفلسطين بلجت تغني بالفين وخمسة عشر فتت عالموسيقى ايه واول ألبوم تلع بالفين وتسعة عشر صحيح جيت عاكاد بهذا الوقت بالفين وعشرين يعني بفتكات جيت قبل الالبوم جيت عاكاد ايه؟ من بعين؟ لا بعين من بعيد انا عملت ريسرش تابعولي جيت باخر الفين وتسعة عشر ايه اخر الفين وتسعة عشر لما بلشت انت بفلسطين وانت بتحب تقول انه بتغني لالفلسطينية لشبيب الورد بغني لالناس اللي زي يعني بغني لحالي ولالناس اللي تحب تسمع شو بحكي كنت متوقع انه اغانيك الكلماتة بقولك الموسيقى رح هيك تتخطى وتطلع والشعب العربي يتفاعل معاك؟ ببداية الموضوع كان كله ضحكة بلعبة يعني مزح اصلا وما كان في خطة كان اصلا في خطة اخرى لحياة البني ادم بعدين بس الاغاني بلشت تحلو بعين الواحد اصلا بس بلش نشتغل انا وننظر مع بعض اكيد اه صرنا نقامن في اغانينا انها يعني مش 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 انه قدرنا نتخيل السيناريو هاته بالزوت بس صار راح بانده امل في يعني بعدين تركنا شغولنا وصرنا حطين فول تايم في في الراب اه بيعني قبل ما نكون معروفين هالقد فكان فيه يعني فترة من الشك بس بعدين الحمدلله بعدين صارت سهلة كتير انه ضعبت ضعبت خلصت اللي حلو يعني بعتد اللي بيميزك انه اول شي الاستثناء عندك هو انه انت يعني ما بتغني ما بتغني للشعارات الاومية الفلسطينية او مش يعني انت خارج الصورة النماطية اللي عالم بتفكر فيها عادة انه بتفكر به الشخص الفلسطينة عم بيغني يعني في عندك ما بتستعمل المصطلحات التحرير بتحكي عن حياتك اليومية يعني البعصات اللي بتصير كل يوم ما هيك صحيح فيك تخبرنا اكتر عن هيد الخيار اللي ما فتت انت بولي رومانسيات المقاومة الاخرية هل تعلم انه عمرنا ما حكينا فلسطين باغنية او اسرائيل مثلا بس مش عايشي يعني هي الصورة النماطية اللي انت سميتها تعتنا احنا الفلسطينيين مش احنا سوينا تابعت الاعلام اكيد تابعت الاعلام او مش احنا سوينا تابعتنا كمان احنا كل لبنانية يعني بتصير في الكل هي كل الشعوب العالم على خمستعشر الف مش احنا اللي بنسويها مش مش الشعب الفلسطيني هو اللي صور الشعب الفلسطيني حتى الافلام مثلا طلعت من فلسطين اول ميت واحد دعم اوروبي بكون اول البوم ريب طلع من فلسطين دعم فرنسي ففي اجندة واضحة كانت انه الفلسطيني اما احمونا مشان الله اما مش موجود ملوش اي غغور في الحياة احنا الحمدلله مش مدعمين من حدا يعني مدعمين من الله فبنحكي البدنية والواضح انه الناس يعني مش زهقت الاشي هذاك بس تتقبل اشياء اخرى طبعا لا يخلو الامر مثلا زي اغنية انقن كل نجاح على الاغنية كاغنية هي عشان كونها ارتبطت باشي قضية فلسطينية من الصورة النمطية لا يعني انه اشي سيء فهم علي مش انه احنا بنهرب من الموضوع بس اللهم احنا اسلوبنا مختلف يعني انا برضو جيلنا مش عايشين مثلا ايام انتفاضة اولى وانتفاضة تانية ولا نكبة ولا نكسة احنا احنا اجينا جيل الجديد يعني اللي بعد ما اصلحوا مع اليهود تقريبا يعني فطريقة كيف نروي الموضوع بتكون مختلفة يعني عن شو بتحكي مثلا شو الامر اللعطم بتحكي في انت؟ والله كل يوم شكل ابدون يعني في ايام الواحد بيحكي عن حاله مرات بيغني اغاني حب مرات بيغني اغاني حزينة حسب الجو يعني في الشيء حسب المزير بس دايما بيحكي يعني اشي الواحد ايش الكلمة ان افولوجيتيك ان افولوجيتيك ان انت وانت حالة انت بنحكي البدنية واللي مش عاجبو لك قبلة البحر ملامية صحيح كنت عم تقول انه عم بتغني عن الحب لانه اذا ماني غلطاني انت لما بتكتب وبتقريب تكتب لانه واحد بيكون عنده كيف تقول مصدر الهيم مصدر الهيم عادة نكتب عن اليأسات عن القصص الصعبة لما نقرأ معاك من نرفز او شيء كاتب عن الحب بس الحب الحلو شيء ايجابي الشرط حبي عن شباب بنات لا في حب الحياة في حب الوطن في حب الاسرة في حب العمل في يعني بالاخير الغنات عبر عن نفس زي الرسم زي الشعر زي ايش ف... اهه الوى حدوشو حاسس غاني عن الحب يعني الحب الحب تابع تامر حسني إيعملنا لنا تنتين اهه واحدة بتنزل في الالبوم المفروض بتنزل محمد اه بتنزل في الالبوم اه وهيك يعني اه مش كتير بنغني صراحة حب رومانسيات طف كانان بنحكي عن الاعلام كيف امرار مثلا اه بقرر يصلت الضو علينا مثلا احنا بأربع عاب كل العالم كنت عم تحكي معنا لمدة شهرين بعدين شو صار وبالحرب كمان يعني بحرب الاهلية يعني كنو دايما يحكوا عن لبنان يحكوا عن لبنان وبعدين بينسونا كتير بسرعة كلنا ما هو بالاخر الإعلام كل الإعلام مش واحد حالو هم ألف شركة إعلام كل واحدة اللي هالأجندة تعيتها مية بمية هذا من مصلحة يعني حدا اللي بدفع حق الشركة الإعلام هاي بحكي لهم ركزوا هون ركزوا هون توجهوا توجهوا اه صور الشيخ جراح هلا صور غزة هلا خلصوا هدولا صور لبنان صور يعني يبدي بس معفش المشكلة انه مثلا يعني نحن اللي صار فينا وبعد أربع عاب بعد ما نحن ننزل نزلنا تظهرنا وكنا عم نحكي تحت الهو كيف قوسوا علينا برصاص الحي بعد ما راح يعني بعد ما شيروا الضوء عنا بردة فعل المنظومة والسلطة صارت أشرس وجربوا يطمسوا الحقيقة وصاروا عن جد شرسين كتير وبعتدت كمي زادت شي صار معكم أنتو بشيخ جراح يعني كل عام كنا بتحكي عن هذا الموضوع بعدين لما الأجندة تغير صار فيه كميان حركة مضادة أشرس يعني عمرهم كانوا جنتل معنا صراح عمرهم كان الموضوع في هاي مرة أخف من هديك طول عمر يعني مستمر بنفس الوتيرة بشدوا برخي بس يعني ما بقول أنه صار أشرس بعد ما خفت الأضواء لأنه زمان طول عمر هالأضواء على فلسطين وكذلك الأمر على لبنان وطول عمره الوضع شارسي جوز أجاكم سنتين ثلاث حلوات وأجواء وعندين بطل والحيات اليومية هلأ أنت مقيم برمالله بغلب وقت كيف الحيات اليومية هونيك رمالله سويس ردود وحيات الله يعني سكان رمالله يعانوا بين رمالله والأدس بس يعني رمالله خصوصا رمالله مش تضافة الغربية بس رمالله يعني كثير مرتاحة من ناحية خدمات ومتازة خدمات عنا انترنت فويبر كهرباء أكثر منا لعنا كهرباء طول الوقت شو اللي أكثر كهرباء كهرباء احنا معاودين على السعانة الأمة احنا عنا مي بتقطع بالصيف بس مش عشان مع الناش عشان بنحوش بنخبناش يعني عنا بس ما بدنا رشو رشو الماي رشو الماي فآه لأ رمالله بحما حاميها يعني مدينة مرتاحة جدا يعني أنا مثلا إذا ما بشوف خمس سيارات رينج روفر باليوم بازعل إذا ما بشوف خمسة جي كلاس بروح الدار بتضايق بتضلك بالبيت اوه شو سمي شو القرف لشو شو ممين الناس عدود او بالضبط باقي الوطن كل شبر له قضية يعني هي مقسمة كانتونات عنا كيف يعني مثلا العام للباركي ما بتعرف كل مدينة ولها مداخلها ومخارجها وكل قرية محاطة مش يعني بجدار وهمي أو بجدار حقيقي ولها مدخل أو مدخلين القرية فبين يعني منطقة هيك صغيرة معينها صغيرة البلد ولكن كل منطقة لها هيك ثقافة معينة يعني بين قلقيليا وجنين في اختلاف جذري بين جنين ونابلس اللي هم تحت بعضها دول كوكب رمالة بتروح في سويسرا جبال وشللات وجينجيروفا القدس كوكب موازي ما حتش بعرف عنه اشي اصلا الا اهل القدس بتروح على الخليل مثلا أنا الخليل مثلا بعرف شيش عن الخليل حلو؟ خليل عالم كرة ارضية فأصلا نهائية كيف يعني كل واحدة كل شبر فلسطين engine لو واضحة جدا على الناس كيف يختلفون عن بعض وفي غزة معزولة غزة أنا بقدر شكك عن غزة مع معمور угلاجئ Ice معzولة مع انا في بنت 여MY كنت اشتغل معا قبل فلسطينية كان تتقلي كثما� تقول نحن عايشين مثلكم يعني وأحسن منكم مش مشكل فلسطين مثل غزة بس برام الله وقت مشاكل بس برام الله اه بس برام الله واللي معاه مصاري مرتاح كل مكان عندهم يغذي يعني المليونير في لبنان بالمرة ما يبطي قطع عنده الكهرباء اه فقال لي معاه مصاري مرتاح اه وين مكان طبعا لا تخلى يعني اه من مشاكل الاحتلال اللي هي مرات المصاري ما بتحلها بشكل عام تقدر تسكن محل ما تدايق اه حتى في غزة في ناس معهم مصاري ما بتنقصف دورهم مثلا في مناطق يعني معين وفي عنكم انتو حواجز يعني مرافزة او معابر بيسمون هن بيسمون معابر ايه انتو بتسمون حواجز ايه كل ما تسمون بالضياء هو معبق بتروع بتمعبر حاجز مش فارع انتو بتعبر منه هو بيحجزك كيت عنو باية كحل وعتمي ه نزع على المعبر وودعتني خبت ازاي في جب في القطار رح يشك في طعنيon صعي على طعنيت افتيش على الواقف حس اس عبطني سكك ميش لاخ löب asked هو بين رمالله والاوتس فاهنا اهل الاوتس كانوا رمالله والاوتس بينهم عشر دقائق اسويها قبل الحاجز فاااااااااااا فيه كتير ناس من اهل الاوتس سكنين قبل الجدار فصاروا يعني قبل معين بنا الجدار كان ساكنين بما يسمى الان رمالله كانت قرية صغيرة يعني بعد اما جاءت السلطة كبرت صارت مدينة فبعد ما سووا الجدار فصاروا الناس من القدس عيشين على الشقة الثانية من الجدار فانت من قدسي رماللهوي يعني هيك هايبرد يجي نوعا اللي هو كفر عقب ومحيطة في اكتر من منطقة زي هيك فبس انت بتمرؤ منه بتأكدوا انه معاك لوراء تفوت ومعكاش بتزمر ولا ما بتزمر زي المطار وزا سيارة بنفس سيستم معين للسيارة بتطعي شي بسيط جدا شو هي البطاقة الزرقه انت حكيت فيهم قبل صحيح انا ما بعرف التفاصيل بس بعرف في عالم عندهم شي اسمه لسي باسي في عالم عن دوراء في عالم عن دوراء في بتاع الحمداء في بتاع الحمداء في بتاعه بس انه قد ايه بجواز يعني تكلمة تقدر بتطعي ترافل دوكيومنت سي باسي بس احنا نسميه سي باسي الجديد يعني جديد عرفت انه لا سي باسي بس السي باسي لاتجو يعني لاتجو ايه حليف فيه اكتر من نوع برضو الفلسطيني مقسامين فيه اللي هم تحكمهم السلطة الوطنية الفلسطينية سكان الضفة الغربية واقطاع غزة هذول معهم اهل غزة معهم هوية غزة واهل الضفة معهم هوية ضفة فلسطينية بيخلولك اياها اذا ما عشت في اسرائيل بيسحبوها منك بيصير تبطل يعني سير لازم هذا سي باسي عشان معكاش جنسية انت بس في ناس معهم جنسية اسرائيلية اللي هم عرب 48 اخواننا وحبا هيبنا يعني اوه مش انو اخذوا الجنسية هم طالبوا بيهم من ولدوا معهم جنسية اسرائيلة عليهم احتلال بالظبط زي ما علينا بس نوعية تانية فاحنا ما معنا جنسية بس معنا الاقامة فما بيعطونا باسبور بيعطونا لسي باسي بالظبط بس بيكون معنا اردني مؤقت او رقم وطني اهل في لانو نحنا هوني بلبنان كمان بيحكو اهل اهل 48 و اهل 67 انا عندي رفيقي محمد ما عندو وراء حتى ما عندو لسي باسي لانو هو خلق بلبنان اهلو اجو عالبنان بتعرف انو البلد الوحيد كان فيه يروح عليهم بلا باسبور بلا الشي والنمسا والملديف بجرد بس ما تكون عندك مصاري بس انو كان بس يروح على النمسا هلا قدر يعمل وراء ويروح على كندا الحمد الله سو عيش هوني عن غير غير موضوع الموضوع الموسيقى انت معروف جمهورك بيعرف انو انت بتغيب صحيح ايه نظريا بتختفي شو بيصير مين بضي ينزل اغاني كل يوم عدم مؤاخذة واحد اه اثنين اه في اكتر من نظرية بس يعني اللي احنا بنأمن فيها انو اذا بضلك تنزل اغاني الناس اول ايش هتزهق منك تاني ايش الاغاني حتصير بتعيض عبعضها بينما اذا انت بتترك فراغ احنا بشكل طبيعي بطلع معنا الفراغ مش انو يعني بنحكي خلصها الاربع سنين بديش اسمع ولا اغنية لا احنا بنقعد نشتغيل يعني مثلا اذا اشتغلنا فترة طويلة يعملنا ألبوم الفترة البعض ايها الاغلب يكون مش جعبان نسوي مفيش اش نسوي عم نسوي نعمل حفلات لألبوم او مش الملتهين باشي تاني كورونا مثلا شو بدك تغني والدنيا كورونا على الكورونا لا تروح تقعد نعم تلعب على الكمبيوتر فهو طبيعي بيجي الفراغات و انا بحبه كدير الفراغ يعني انت لما تقيب على الناس بترجع بصوت جديد فبتقدر تطور من يعني تسمعهم اش جديد يعني لا يسمعوا اش جديد العيلة بطلعك تسمعهم نفس الاغنية بيزهوا وانتو عبتطلعوا هلا ألبوم جديد ازا ما لا غلطان مثلا الالبوم الجديد يعني ما العلاقة بالالبوم اللي قبله ولا باي شكل من الاشكال كل اغنية فيه تختلف كليا عن كل اغنية نزلناها قبل فكتلنا عنا شو بيتم حواتي ايه لا بدك تسمع الالبوم انا بحب واشرحش اغنية الا في listening session كمان رح تصير قريبة لسه ما فيش تاريخ بس ان شاء الله بنعلى عنها قريبا لما تختفي وما بدك تكتب بدك انو بتغيب من الجمهور مش تختفي تكتب تكمل تكتب بس ما بتطلعوا طبعا نكون نسوي الاغنية بس ما بننزلهم بالظبط احنا هاي الثقافة من اول ما بلشنا يعني اول اول ما بلشنا نسوي اغنية قولنا بناش ننزل عالين صارعنا بجوز عشرين اغنية قولنا طيب بننزلك واحدة كل اسبوع وبنضل نسجل فا يعني طبيعي الموضوع معنا طول عمرنا هيك بزوطش بزوطش نطلق ننزل اغنية طول وقت في اغنية مضبوبين بالجرور في اغاني في الزبالة في اغاني في السرداب الاسود في اغاني ضاعة وفي الابوم بالجرور الابوم كامل حوالي 14 اغنية ما بحيطه راح يطلعه مش عارف بعد لا هو هذا اللي بدو ينزل شو هيدا اوكي لا بس عم بقول انه هول الاغنية اللي انت بتخليهم بالجرور ممكن تخليهم بس لألك او ممكن في اغاني مش حلوة ما بننزلها وفي اغاني بتكون تجارب لا تعبر عن مرحلة فبرضه ما بنحسش انها حلوة تنزل وفي اغاني مثلا ما بتعجب النظر بتعجبني انا فما بتنزل وفي اغاني ما بتعجبني بتعجبه فبتنزل بس في اوقات لما بتعمل غنية بعرف عنا من الكتيبة اوقات بتعمل غنية بتعتبر انت انو هيدا بتعقد وهيك وما ما بتعجب وفي اوقات العكس بلك انت عتحس انو هيدا الغنية بلك ما تعجب بتطلعها وبتصير هيد هلا هو موضوع عشوائي جدا يعني انا بقول انو ما بتقدر تحكي قبل ما تنزل الاغنية هاي الاغنية حتزبط ولا هاي الاغنية ما حتزبط زي كيف لواء ابنك ما بتنقش كيف بيطلع انت بتسوي اللي عليك بعدين هو يا بيطلع صالح يا بيطلع طالح يا بيطلع تاجر مخدرات فانت بتنزل الاغنية والجمهور وبيقرر ايش رأيه فيها نظبطش تفرض رأيك على الجمهور انو حبوها يتعبوش هديك بقش في غنية فجأتك اي كي انان فجأت جميع انو كنا متواقعين جيب مليون بسنة ما عملت هيك اداد 63 مليون ازمان غلطان اكتر حتى بس اوه الستينات اهدا ما هو كلش باين فيلم احنا الله الله بيش هدمين احنا رجالة ضمن ضرطش لقب ومضرب حرب الليلة ما منغلب بدك شبال وعادي منه تلق فيك فاسي اللي اي اي او بعضك ما او بعضك ما يعني لا ايك حظ مع يعني كيف تلعطف فيها كيف تلعطف فيها انا سوبر كيروس مع دابور هو نفس البروسيس طبع انا دايب انا تروح على الستوديو بيكون في بيت تكتب اغنية بسجل شو بيكون البيت موجود يعني اقول ان ان كان دابور بديو يسجلها لحاله بعدين حكووا لي طب ايش هكتسجل عليها قلت لهم طيب انا سجلنا عليها وكانت انزل اي بي لدابور اسمها قادعني اي بي وصورنا فيديو كليب لان انا عشان انا فيها قلنا بيصير يعني تراكشن اكتر لانه اسم الريدي معروف ونزلت وظبطت الفيديو اجا بيرفكت مع الكلمات اجت رائعة مع صوت دابور وحركاته ومنظره على الكاميرا ممتاز والاحداث اللي صارت اي نعم احداث مؤسفة ولكن قلنا ومتازعنا واخذه يعني من ناحية الناس بتحضر اغاني وهيك بس يعني اصطفقة في كواكب تجمع حظوظ مع شغلنا اللي صارنا سنين بنشتغل فيه انه قدرنا نعمل صوت حلو وليبق على المرحلة يعني ممكن انه قعد مئة سنين حيول نعمل اغنية زي انا ما نقدر نعمل رحزت انه في مواقف يعني تناغم بينك وبين ناظر اللي انا شخص كتب قدر يحب موجود هونيك يعني مسلم عليه اول مرة انا بصراحة اول مرة سمعت فيكم ببولروم بعدها طلعت طلعت السيد بالالفين وثمانتعش بلاشت بابو بكر زماني بطن اللي هو بيت مخيف ايه عظيم جدا ايه عظيم ولانو انا كنت سمع على بولروم كنتشوف مثلا اوكي الشيما فلسطين سمع عبدالهادي عم تكسر الدنيا مع التكنو وهيك بعد انتو فجدا طلعت قدامها وزاك اوكي this is my shit يعني بحب تيل هذا الشي الصوت كان بيغزي وقت بويلروم انا ما حبيتك معرف كان ماشي الحال الحمدلله تكسر الدنيا انا ولا عمري ضيط احضر هايس احضرت مرة واحدة بيغزي الصوت لو يمحوها اريح لي بس الزو كان حلو هربت من الحفلة اصلا بعد ما خلست اه ليه كتير اجواء كانت عالية غريبة عن منظرها غريب كان فانسحبت بس الكل المبسط عليها وكانت من يعني تخيل اول مرة بتعرض في حياتك تعرض بويلروم لكتير ناس اشي عجيب حالان ما كنت اعرف شو بويلروم الشباب حكولي قبل بكاملهم بس ممتاز انه تبلش من هناك كان يعني وصل للك طوال يفهم عليه بينما لو انه ما عملنا مع هذول الجماعة كان جزء خدوات اكتر فيوصل لك فكتير ريحنا هي كانت مرحلة مفصلية في تاريخ السين الفلسطيني كيفك توصف السين الفلسطيني اهلا؟ بجنن كيفك توصفه؟ بعرفش أنا يعني فيه احنا وفيه كمان اكمل واحد بس هو شوي مشهد جاف غير مغاث يعني ناشف ومحدش بدعمه ما عم تحكي ميليان يعني ما فيه بلد مثل ما عم تقول فرنسا هذي كمانا دعمت او لا بس اذا بدنا نحكي خرايا في اوروبا يعني عدم مؤاخذة بس مثلا انه بتاع مثلا اميركا مثلا زينا نقارن في الناس او انجلترا راح تشوفت انجلترا مثلا فيه بنية تحتية للموضوع يعني فيه ناس صارت بتعمل اغاني حتى في مصر حلو وقديش مصر صعبة والنقابة تعتهم ولع معاها والشعب المصري قيام الاسرة وابصر ايش اشياء مش موجودة غير عندهم مع ذلك فيه الشركة اللي كانت تسوي حفلات ام كلثوم لليوم فاتحة ميلو ميل احنا شعب لا يحتفل لا نصنا شعب ما بسويش اغاني فهم علي الثقافة غير موجودة البنية التحتية يعني كبزنس بزنس ميكا بزنس ايكا مش موجود ولد صغير مالك مؤسسات يعني في يات سيادك في يات ساهم هي هالمؤسسة الوحدة حزينة اللي مسمي حالها مؤسسة ثقافية واذا الاشي مش واحد بعزف كمان جاء وشعره طويل يعتبر فان عندهم وبس خلصنا وزارة الثقافة ميزانيتها اربعة دولار بالسنة نحن بتد اسوأ كمان ما فيش اربعة دولار جز مليون عندكم نحن عندنا كثير حسب حسب امتا يعني لا لا بس بس انا بفهمك ان احنا كمان عم نعنى مزاية المشكلة يعني ما عندنا دعم لبنان الوضع فيها مثلا صعب جدا الاشي الوحيد اللي شغال في لبنان حاليا تقريبا يعني بدمش انه مش اشي الوحيد شغال بس يعني مثلا جماعة الراب في لبنان بقلوا ما بزيدوا الناس اللي بغنوا راب في بيروت يعني لما جيت في 2019 كان مثلا في خمسة ستة سبعة امم ما اللق في واحد اتنين تقريبت بعرش اكم من واحد سرعا بعرش نحن معرفة لما زين كتير مياه بس ماذا بزفت البيت تتراحوا لعن لانه جيت قبل الازمة من بعد الازمة كل الناس في كتير ناس فلت كمان في كتير ناس فلت في كتير ناس تطرد توقف لا عمد كنت عم تشتغل بالفن وتلتجق لشغلة يعني كان في كتير قصص العالم كنت عم تشتغل بمعجة الفن غيرت لانه لما بيكون في ازمة اقتصادية الفن رفاهية خلص بطل نحكي عن الفن بس يعني مثلا السود اميركا لما اخترعوا الراب ما اخترعوهش من رفاه اقتصادي يعني في فن بطلع من لا شيء بس مثلا جامعة الستاند اوب كوميدي في هدولة الاوكورت مثلا رح نحضر نومة ديكن هول مين حضرتو اسمه نور الشاب كان نور حجار نور حجار بجنة مثلا هاي اشي فني هادة بالاخر وبوضبط مع المجتمع اللبناني بوضبط مع قديش الشعب اللبناني سياسي وبحب ينقض الحياة في لبنان يعني بيجي ممتاز مثلا بايما الراب مش ضابط معاكم ليش بعرف اش بس هاي ملاحظة يعني هيك عيبرة انا انا كتبقى ليفرز اب من قيم زمين ماذا؟ ايه مع اكسسير وريز بيك و بس عم بحكي من شيء خمستاش عشرين سنينة عنده ودارة تفشيت باحت نضد اليوم قبل ايه ودارة تحديث ايه ودارة تحديث بس كمان انه عم نحكي عن stand up stand up كمان انه اليوم اذا بدك تعمل غنية بدك studio بدك production بدك لابل بدك مكرافون ولابتوب عدمه اخذ يعني بدكاش مش فيلم بالاخر بدكاش كاميرات وكروه بدك اتنين واحد بغنية او نفسه ممكن اللي بعمل البيت هو نفسه يسجل زي معزين مثلا بكلفش اشي تعمل اغنية لا يكلف ايشي بس مش تتسوق كامل غنية بدك بركي هول بكلفك سفر تسوق اغنية حلوة للناس اليوم ايه لانو في انترنت مي ملا شو احنا وين تعيشنا ايه لا اليوم انا ايامكم ايشتين غير جيل يعني بس انو مشان هيك اسستو بلاتينوم ليش اسسناها سؤال ما بعرف جوابه بس ايش هي هلأ صارت هي محل بيحتوي الشباب يعني عندنا قدرة انو ييجي شابة غنية حلوة نختصر علي اول عشر خطوات اللي هي الاكواليتي اللي هي الاشياء البسيطة جدا يعني بس لسه ما بيكلف كتير يعني تصور فيديو كليب بسيط جدا زي انك تنزل انت والشباب تتصوروا تجيبوا سيارة تلفوا فيها وهذا بدشتو يكلفك عدموا ايخزه فانحنا بنختصر عليهم هذا الاشي وبس وقد ما بنقدر يعني بنساعد وبرضو عشان ما يكونش انو انا من نواضر يصفي هيكي رابر وروديوسر وخلصنا حبينا نعطي حالنا هيكي اشي اكبر مجال اكثر نتوسع فيه وبدل ما نكون احنا فنانين لا احنا جزء من ميوزيك اندستر من كوكب الموسيقى وبنقدر اسهلك مش اسهلك توسع بس ايه اجت لحالة تماتيك وفتحت لنا بواب كتير بس عشان حطينا اسم فوق الاسم ما حصرناه في تينين ففي حال انا ويام صار معانا اشي لا سمح الله لسه في الاسم الفؤانة موجود بابدي رجع صلة الضوء على كيف قدرت انتو توصل على شريحة اكبر من العالم كنا عم نحكي تحت الهواء كيف عندكم نسبة كتير كبيرة مصريين بتسمعوا عليكم وقدة كمان نسبة الفلسطينية قدة كانت ثلاثين عشرين بالمية عشرين حكا اوه نصادمتو اوما شفتو ان في كتير عالم كمان كنت عم تتجاوب مع كل هذا الشي بمصر ما ليشي مصرش بيوم وليلي اولا احنا كنا محظوظين انو الاغاني اللي بنسويها بتاع وجب الناس تاني اشي كنا محظوظين بالناس اللي اشتغلنا معاهم مثلا زي زي معازف مثلا اخدونا من احنا هلقد عندنا تمنمية فولوور حكولي عندك كونسيرت في القاهرة ثم انا اهلا تعالوا رحنا وغنينا في القاهرة روحت من القاهرة بدل تمنمية عندي الف وخمسمية الستمية اللي اجهدوا من القاهرة فاليشي اجا تدريجي خطوة خطوة ومع كل اغنية يزيد عدد الناس وبعرفش بجوز برضه عشلنا فلسطينية صراحة يعني الناس بتتحمس تسمع شو الفلسطينية بغنو اعرفش بس يعني احنا هيك الناس بحبونا يعني تروح على تونس تحكي لهم فلسطيني بحبونا زي ما احنا بنحبهم فهي نعمة من الله فهي كلمة جموعة الشيعة مع بعض لا في كتير انا اللي حلو انه شفت يعني شفت بالكونسيرت بقام كان في علامة لبنانية فلسطينية كل عالم كانت عن جد مبسوطة ومكيفة انا بتذكره شفته للدبور قبل ما يطلع انستيج كتان مجربي بحكي اكيد ما فهم شي علي لانا كيف في صوت مخيف يعني بس بس كانت الحفلة بتعقد وما بحيط انا شايفك شي يعني ما كتير بروح على راب كونسيرت انا عندي وقت بس الطاقة كانت مخيفة بتلاقيوا هذي الطاقة وينما كان كمان جماهيرنا الناس بتجنن يعني حبايبنا زبيننا عشان بنعملش حفلات كتير يعني لو بعمل حفلة كل اسبوع في بيروت او كل شهر مرة اغلب معي مش هيكونوا هالقد مبسوطين علي فهيك بتحمس الجمهور بيجي الجمهور متحمس هذا اذا عندك جمهور يعني فالناس اللي بتسمعنا اجا تسمعتنا اغلب التذاكر مباعت قبل الحباب الحفلة فكل حدا جاي جاي خصوصي عشان الموضوع مش يعني كانوا مرئين من باب ام لا مسررين يزورنا وانا بروح بسهروا كل خميس فأجا الجمهور المحل يعني اجوا معنا لا هم بيزا بينا فعشان هيك بيجوا حافظيين وفاهمين الجاو جايين يمبستو اصلا مش جايين يشوفوا مين هادا فأجوا مبسوطين زي ما انت شفت عم بتقول انه مش دايما بنعمل حفلات بركيزا بيجي مرة بالاسبوع على لبنان بيبطل في هالقد طاقة حواليك مت ما كنت عم بتحكي عن الاغاني يعني انه انت بت ما بتكتب اغاني ما فيك تطلع كل مرة غنية لانه كمين بيزاق الجمهور صاريت معك انه اوقات ما تقدر تكتوب اكيد رايتر مثل ما بقوله رايترز بلوك اه بس هذا رايترز بلوك زي البيت اس دي هيك سموه وصاروا يحكوا عنه بس هو اش طبيعي في حياة الانسان يعني حتى النجار لما ما ايام بيعرفش يشتغل فهم علي فهو اشي طبيعي جدا يعني اذا انت مشغول مخك مش فاضي تسوي اغاني بس بس هاي اشي يعني طبيعي جدا في الحياة وكيف تتخطى هيدا الشيء يعني مش الام مثلا مرات بتكون مش طايق اولادها بعدين التاني يوم بتصير تمام معاهم هيك اشي طبيعي يعني مش بتروح بتعمل يوغا بوظبوط لا عادي بتتصبر على حالك تجرب تغني اغنيتين تلات في البلوك ببط بروح اه اه اذا انت خلص بطل عندك اشي تغني على الاخر يعني لبست الامور في بعض لصة مات معاك وقتها خلص لقي شغول تاني بتكتب لما بتكون مرتاحة ومعصب بكل الحالات بكتب لما اروح على استوديو اكتب يعني من ندفع موعد نروح من اكتب اذا طلع حلو هاينا سجلنا اذا ما طلع حلو هاينا برمنا ولعبنا عالكم بيوظة نروح على البلستيش دايما بنسهل السؤال كانوا يعاملوان مع البيتلز مع بول مكارتني و جون لانن و هيك انو مين هو الجيجة والبيضة يعني انت بتكتب والناظر بيجي مع البيتس والكورس هو يعطيك البيتس انتا لا انا بكتب على البيت بالعياء يعني فوق 99% من المرات انا هو بيسوي البيت و انا من البيت بعمل اغنية ما بحايتك لتقول له بدي شي هيك بقول له دابرس اليوم انا المتابعي مش خلع لا اكيد متواصل ببين علي احنا برضو كتير اقراب يعني ما احنا بطرشني احكي كتير نفهم اقراب بساكوان دعمك شو تولو سوا من اول ما بلشنا ماء فين و 15 لا من ايه انت محمد فيك تجي شوي صح معليش لا انا هيك صح معليش مش بدو كيرس ايه صح معليش صح معليش صح معليش صح معليش صح معليش بس الصحبة فش مجال بس الكل فني في رجال بيتي نعطيل على قنب و وش بس معليش مصدر دخلك مش حليل رح تفتح مصنعك بتعرفتوا ع بعض اونلاين هلا بنقول لك المصنع اهلا وسهلا اهلا وسهلا مش معاون ان انت تددلك ايه ايضا عم تحكي عاصل تعالي من ورا ايه ما بتعرفوا بعض من زمان بلشتوا سوا من الفين و 15 بس بتعرفوا سوا بلشتوا الموسيقى بس قبل امي اخوها اللي هو خالي مرته اللي هي مرت خالي تكون عمته اوكي ايه سوفي قرابة نساير اه كنا نلعب مع بعض احنا صغار اه كنتوا تلعبوا مع بعض كنتوا صغار كنا نلعب مع بعض اه كنا في نفس المدرسة لفترة برضا طيب لما كنتوا صغار كنتوا تفكروا تعملوا موسيقى سوا او ما بحاجة لكم فكرتوا فيها او كنتوا تغنوا سوا بالمغفل لا بحاجة كان يغني فينا لا وكيف يجيت الفكرة شو صار احنا بعد بعد سنين طوال اه يعني وانا بعمل موسيقى لحالي لسنين اه سمعنا اه كان ابو اذينا اسمه عمل اغنية كتير حلوة اسمها اه قارع باب قارع باب معجر المود اه نزل اغاني على بيت من يوتيوب فسمعنا اقولنا ايش هذا الاشي العظيم يعني وبنحكي معه بطلع ايه هذا عادي رأيته اه اه اي سنها كانت بعرفش عشان هيك ناديناكم اه 16 16 16 17 16 17 باولها يعني اه 16 17 حكينا اولها بس كان هو في الاردن جربنا نشتغل على اشي اونلاين بس ما صبط بعد ما عرفنا ان انا انا وهو هو اه وانبساطنا واي وعملنا سكايب كانت الدنيا اياما قبل الزوم قبل الايفون مش قبل الايفون يعني بس قبل ما يكون كل حدا عنده نتو ايب على سكايب احكينا لا اه بعدين قبل ثريجي اذا بدك نكون دقيقي كمان بعدين لما رجع من الاردن على البلاد اصاب نصب الستوديو تابعوه ايه اجيت عنده اول من اول الناس اللي اجيت عنده و سبحان الله اعم من يومها فتحت انت كيف تبالج تطعب البيت مسلا بس سؤال يعني انت اعرف عندي زي عندي زي ستاب برا اللابتوب كنت اعمل بيتس على الماوس مانلي بس بعدين جبت كتير سنتسايزر وعندي زي سيكونسر بكتب كل البيت على السيكونسر و بكبس بلاي كل اشي بيشتغل يعني هيك بعمل جام مع حالي بعدين بيجي بعدين بيجي بيعلق المرضو في نقصه لك بس التقنية ابو بكر لانه عن جد انا باتل من احسن البيتس بدي اعرف كيف طلعت بالفكرة اذا فيك تقلنا عادة بعمل البيتس بالليل بس هذا بالذات عملته بالنهار بس حيت هيك كان فيه اكسترا طاقة وكانت فترة عم بسمع يمني كتير وابو بكر مش كتير بسمع له ابو بكر ايش؟ ابو بكر سالم فلاقيت هالاغنية وكتير حبيت العود اللي فيها اسقصته وبس عملته علماص يومها حفا نص ساعة حفا نص ساعة مش معقول بعتد الراپ العربي وراپ الفلسطيني انتو يعني مختلف كليا عن اللي منشوفه مثلا باميركا بفرانسا وكل شيء كيف يكون توصفوا مثلا للراپ الفلسطيني؟ نحن من حاول نفرق حالنا كيف حالك حسنا ببعجة كرامتك بس كيف مثلا الموسيقى اللي بنسمعها بنحاول نسمع موسيقى عربية مينلي السامبلز نستعملها بنحاول تكون ذات طابع عربي او ايرانية شرقية هذا من ناحية موسيقية آه شرقية من ناحية الثقافية بالآخر يعني الأمريكان يعبرون عن ثقافة أمريكية والتوانس اللي في فرنسا يعبرون عن ثقافةهم هم ونحن نعبر عن ثقافتنا التي تختلف بشكل طبيعي وعشان هيك بطلع الحكي مختلف أنت بتغني بس اللي ريكس تابعو لك؟ أو شمرة حدا نكتب لك شي أو قررت تاخد شعر أو شي؟ إذا والله مثلا لفت معاي صار أنت قرأت قصيدة سوايا بتحنين الأغريد وبعدين استعملت كلمتين منها هذا موضوع ثاني يعني بس مش إنه بمسك قصيدة وبعدين بعمل لها كفر كتابت أول أبو وثينا؟ أبو وثينا صحيح أوكي موظبوط وشاب جديد بس كمان في سلديبات سلديبات اسم الإيل بورم بس أنت بتغيري بس أب بسمحي لي بحب بسمحي لي إشياء تعرف إنه ديفيد بوي كان هيك يعمل يعني مين هي؟ المغنى الإنجليزي بلش كان ديفيد بوي بعدين زيجي ستاردس بعدين ألا دينسين بعدين رجع عا ديفيد بوي يعني كل مرة كان عنده كاراكتر يغير وكل أغنية كانه مختلفين لما كان حسب الألبوم حسب الألبوم وحسب هو أنا أول مرة سمعت عنها كانت شاسمه صاحبكم؟ بجوز مادلب وكوازي وأبصر شو؟ بجوز علقت براسة هنا الألبوم جاء اسمه سلطان وعمل شخصية اسمها سلطان وما بصوتها حالي كيف توصفها الشخصية؟ سلطان سلطان قطع صدر سلطان مقطع لا شك إنه الصوت فيه يختلف عن كل شي سويناه كيف يختلف؟ صوت جديد يعني مثلا إذا أنا لهلا مش عارف أنه جانرة موسيقية يتبع الألبوم كل مرة بسأل محمد كل مرة بجاوبني شيكل برضو طريقة الحكي النفسية الشخص اللي بغني اللي هو أنا مش نفسي قبل خمس سنين كبرت فيهم خمس سنين فطريقتي في الحكي أسلوب في الحكي الأشياء اللي بحكي عنها الأشياء اللي بثير اهتمامي برضو تختلف برضو النظر تطور موسيقيا خلال خمس سنين وعمل إبدعات جديدة يعني كيف سندباد كان جديد كليا سلطان جديد كليا مقارنة في سندباد وغيره من الأغياني بالألبوم الموسيقى وبرضو نتعبنا وإحنا بنشتغل على اللي هو يعني لست ما خلصنا بس على كيف بدنا نبيعه مش نبيعه سأعني كيف بدنا تسوق تسوق الألبوم ساعي صحيح كيف طورت موسيقيا أنت اونلاين حاولنا نبعد عن الطريقة اللي عادة نعمل فيها موسيقى أصلا كل الموسيقى اللي كنا نسمعها بطلنا نسمعها صرنا نسمع اشياء جديدة عربية كشارية كل شيء بس حاولنا نخترع اشي جديد مثل مثلا يعني كجنر حاولنا نزيد مثلا انفلوينسز شرقية اكتر بالاقاعات زدتوا هول الجانرز الجديدي يعني لانه لاحظتوا انه في عنكم جمهور بركة عربي واسع اكتر فأريدكم بركة تحكموا معهم كمان ما بنغني عشان جمهور عدم واغذة يعني لما نعمل اشي ما بنعمل عشان بركة الناس بحبها لكي نعمل اغاني إليس عدم واغذة ومرتحين من زمان بس مثلا 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 خلال عز شغلنا على الالبوم كان مثلا لدريل البريطاني هو اكثر اشي سائد يعني المصريين صار يغنوا دريل الفرنسوية صار يغنوا دريل الاميرتان صار يغنوا دريل جميع الكرة الارضية صارت تغني دريل اه اه احنا ما يعني دريل دريل يوكي دريل نوع من شو الدريل اه اه وجنرا جنرا شوارع انجلترا اه اوكي بالضبط اللهجة الانجليزية تعتها صارت دفشة بطلت جنتل معهم ايضا اه فمثلا صار كل الدنيا تغني دريل احنا صرنا نكرهه اذا بس ما عايش دريل بتديش اسبات بطل قلبة تشغلش قدام دريل فعنجات تعمل الموسيقى لقلكن يعني ما تفكروا بحدا تاني تتكربوا عيناتكن اذا في التناغهم بيمشي الحال وبطلعوا قلبهم اذا الاغنية عجبتنا احنا التنين فهي تلبي جميع المتطلبات الاغنية الناجعة برضو شخصيا انا زهقان للموسيقى عنجات او فانا لازم اعقى يعني يكون اشي في شغلي فنيا واشي جديد واشي يحمسني بس كيفي شخص فيه اذا من الموسيقى من شو زائد بالزبط كل شي كل الموسيقى نفس الاشي بالاخر كل شي عم بشباه يعني عم بشباه بعضه هيك اصدق لا الموسيقى كمبدأ كشيء بالنسبة الي كله بعيد نفسه يعني خلص خلصت الموسيقى بالنسبة الي يعني خلص الاقاعات موجودة الكورد بروغرشنز موجودة كيف تدين الكورد كيف مواجود يعني ما في اشي جديد فييتلا لا مش هيك اصدق اصدق اسمع لي أصدق إنه قد ما صار له قاعد في الموسيقى زهقها إذا الإشي مش جديد كليا لا يعني فهم إنه بس بقدرش يعمل إشي عكس حاله الواحد بالآخر وإذا هو حاله بدتها إشي جديد فهم قدرش يعمل إلا إشي جديد كليا أظن هيك تقريبا سؤال بسيط أنت قيل عدة مرات أنه ما كنت أسمع راب إلا إمينم هذا الواحد كنت أسمعه إلا عدة مرات بعدة مواربات لما كنت أنت صغير ليه راب نينتكم صدفة شو نسمع هيك يعني لأنه برضو أنا بس يعني الواحد ما عمره كان يعمل أغاني المخطط فلما جرب يعمل أغاني جرب يعمل راب ومن هناك استمرنا يعني بس صدفة بلعبة وبرضو الراب كتير سهل لشاب زي يعبر عنه يعني بزبطش أسير شاعر أنا شود أكتب بين شاعر أنزل كتاب وبرضو صوتي مش حيلة فبزبطش أطلع أغاني موويل فإيش ضل الواحد يسوي إذا بده يعبر عن نفسه غير راب وأنت بالبرضوكشن كمان تفكرت أنه شاب الجديد رحي رحي يعني رحيعمل راب فوق البرضوكشن تبعيتك ولا كنت عم تفكر بشي تاني ولا أنت كل وقت تحط برأسك أنه رح تعمل ببرضوكشن للراب إحنا بنعمل موسيقى بنعمل هب هوب كتير قبل ما نشتقل مع بعض أنا وعادي حسنا وكان عنا هب هوب كرو برام الله أعتقد أن الواحد يبدأ هب هوب لأنه أسهل نوع يعني إنترو تو إكسبرشن حسنا هو أبسط طريقة لواحد يعبر عن حاله فيها موسيقيا وكتابيا وفي بعد الشبابي 100% شو بعض الشبابي براية يعني ليش يعني هو attractive لشباب صغار لأنه فيه نوع من الحرية ونوع من الـ empowerment وفن رافض لتصنيفات الفن الكلاسيكية تقليدي يعني أهو الظبط الفن التقليدي لازم في عندك وزن وعندك مفتاح و عندك نوتات و لازم تمشي هذول النوتات كلنا مع بعض زي ما الزلم يهد أبو عصاي بيحكي لنا فإذاً عملنا إشي حلو بأن مرة مشيه يعني فسأل لديك إياه توقف حكي وقت ما بدك تكمل حكي وقت ما بدك تصيع وقت ما بدك تطوط صوتك صوتك مش ضرور يكون حلو أصلا حتى الكلمات اللي بتحكيها مش شرط تكون كلمات جميلة بيضبط تحكي كس أخت أمريكا و الناس تحكي واو محلافة فأقرب كتير للشباب من مهولة من أي نوع فن أخر أظن إلاك بعد أننا وصلنا على آخر البودكاست الزمان غلطان نحن عادة نختم السردة مع سؤال وهذا السؤال موجهر لتنانيتكن وسؤالي هيكي بالمطلق شوي هل أنتو تبعت أدو في أمل؟ في أمل ايه في أمل بايش؟ أبعرف أنت قال لي في أمل لا شك كأمل كمصطلح موجود في الحياة عند الناس بس أن أمرار ظروف صعبة العالم تفقود الأمل صحيح وذلك دليل على أنه في أمل بس مفقود هذا على النبي مبتعت بيرجع بيجدد؟ لا هو سؤال كثير أبستركت فجوابها سيكون كثير أبستركت في أمل في أمل بايش وحضرتك في أمل؟ أنا صراحة كثير متفائل كثير متفائل؟ بشكل عام اوه ليه؟ من الوضع العام طبع الدول المجاورة والخرى اللي عم بيصير يعني فيش أخرة خاصة وصلنا للأسفل يعني اوه فبتوقع فيه فيه احتمال إنه الجيل الجديد يجي موالع معه يعني ويعمل تغيير حقيقي انت شايفوا لهذا جيل جديد كيف عم بتصرف كيف عم بيزدير؟ أنا شايف إنه موالع معه موالع معه؟ كل حدا موالع معه فيش حدا فيش حدا مبسوط فهد إشي منيح بشوف إنه بده عبر عن مشاره بده يفرج بغضبه ماهب؟ حسنا إذا نحن ما فيه أخرى ما فيه يكون أخرى أخرى يجب نجع نطلق نجع نطلق مئة بالمئة مئة بالمئة نعم إن شاء الله لهو متفائل أنا مش كتير عز التفائل فخ يقع فيه الإنسان إنك تطلع على الأحسن تطلع على مثال أغنية بدك تنزل أغنية إذا بكون أملك فيها كثير عالي وما جابت هذا الرقم اللي إيه فأنت بتشعر بخيبة الأمل بينما إذا متوقع إن كل شي في الحياة خرى للأبد من يوم مبلش إلى يوم ما يخلص إذا صار إشي منيح كثير بتنبسك بس يعني شاء الله معنى بالحياة يعني إذا ما عندك أمل إذا بس تعيش كبير حد بالحياة مش شرط يعني شو خص الأمل في معنى الحياة على مؤخرة لا بس فعنا بتقول إن الأمل بيخليك أنت تتقدم تعمل أساس بارك إيجابيات ممعرف هذا أجندة أوروبية سؤال بم جديد إن شاء الله ما كيت تير رحكينا عنه رح يكون في الليسنينك ساشن صح فينا نقول أمتى طالع يعني آه بس ما بنتبسكوهاش علينا نعم نعم إن شاء الله بخمسة عشرة إن شاء الله سبحانه وتعالى قريبا يعني إن شاء الله إن شاء الله نحن نعطين نحن نعطين نعطين طبعا عملنا حفلة منبسطوا الناس نعمل كمان حفلة نبسط الناس أنا أشكركم لحد السردين محبا يبنى مش شعوره أهلا وسهلا مش محسوبة لا أعلم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم